اشتركوا في القناة إلا لأغراض الاختبار ففي حين تبحث الشركة عن حلول تقنية لهذه الشاحنة ذاتية القيادة يتوجب على الساسة بحث الأسس القانونية لترخيصها لكن رئيس وزراء ولاية بادن فورتنبرغ الذي رافق الرحلة الأولى ينظر بإيجابية إلى هذه العملية يجب علينا نحن الساسة أن نعمل بشكل موازن مع المسنعين بمعنى الحاجة إلى متطلبات قانونية جديدة توضح مثلا على من تلقى مسؤولية الحوادث كما يجب أن نواكب تطويرها حتى لا يكون المستوى السياسي حجر عثرة أمام هذا التقدم التكنولوجي قبل عام كشفت مجموعة دايملر عن رؤيتها لشاحنات المستقبل من خلال فيوتشر ترك 2025 هذه الشاحنات المستقبلية تتيح للسائق القيام بأعمال أخرى أثناء عملية القيادة رؤية لم تتحقق إذ يتوجب على السائق أن يكون مستعدا لتولي القيادة في حالات الطوارئ سيكون بمقدور هذا النظام تولي عملية القيادة في الرحلات الطويلة أي تولي وظائف عجلة القيادة والمكابح ودواسة الوقود وهذا يعني أن السائق سيكون معفيا من هذه الوظائف لكن المسؤولية تبقى على عتقي كما هو معتاد إذ ستكون مهمته تحمل مسؤولية مراقبة عمل النظام تماما كما يراقب طيار عمل الطائرة لن أفوت بالطبع فرصة السفر مثل هذه الشاحنة تعلمت في مدرسة تعليم القيادة أنه يتوجب علي أبقاء يدي على المقود وهما يخالف تماما ما يحدث هنا كيف يعمل هذا النظام إذن؟ يعمل هذا النظام من خلال نظام تحكم تكايفي بسرعة يستجيب لما يحدث في محيط السيارة كما يوجد فيه نظام توجيه إلكتروني يوجه الشاحنة في مسارها تلقائيا هل يمكن مقارنة هذا النظام بنظام مراقبة الازدحام المساعد الذي توفر في طراز في آئس؟ مقارنة جيدة من حيث المبدأ هناك شبكة من مستشعرات الرادار والكاميرات التي توفر المعلومات اللازمة للنظام ما يزيد مستوى الأمان في الشاحنة كما أن للقيادة الذاتية العديدة من الأثار الإيجابية الأخرى نعتقد أنه عند توصيل تدفق حركة المرور بالإنترنت فهذا سيجعل حركة المرور تتدفق على نحو أفضل وسنرى انخفاضا ملموسا في مستوى الازدحام الذي نعاني منه اليوم أي أن النتيجة ستكون إيجابية بسبب طريقة القيادة الاستباقية والتحكم الجيد في تسارعها ومكابحها يأمل مهندسو هذه الشاحنة أن توفر استهلاق الوقود أيضا بنسبة تصل إلى 5% سيطرح هذا النظام في الأسواق في السنوات الخمسة المقبلة ورغم أن هذه النقلة الثورية في عالم السيارات ستحتاج إلى بعض الوقت لكنها حتما آتية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر